أكد وزير الخارجية سامح شكري أن زيارة وزيرة خارجية بلغاريا ماريا جابريال إلى مصر تعكس حرص البلدين على تعزيز علاقات الصداقة بينهما وخلال مؤتمر صحفي مشترك أوضح شكري أن أعمال لجنة المشتركة عكست رغبة البلدين في تعزيز العلاقات ترسيخ حلقات الصداقة والتعاون بينهما حيث ترأسنا سويا أعمال الدورة الأولى من لجنة التعاون المشتركة بين البلدين بحضور لفيف من السادة الوزراء وخبار المسؤولين من البلدين كما أود أن أهنئ معالي نائبة رئيس الوزراء على قرب حلول موعد تولي سيادتها منصب رئيس الوزراء في بلغاريا أتمنى لها دوام التوفيق والنجاح والسداد وقد عكست مناقشات أعمال اللجنة رغبة حقيقية من البلدين في تطوير العلاقات والوصول بها إلى أفاق أرحب تتناسب مع حجم وإمكانيات وقدرات البلدين وتطرقنا إلى مجالات التعاون المشترك سواء القائمة بالفعل والتي يمكن العمل على دفعها وتعزيزها أو المجالات الواعدة التي أبدى الطرفان حرصهما على تدشين تعاون من خلالها في الفترة القادمة ترجمة نانسي قنقر